تختلف معه بالرأي أو تتفق معه بالرأي نحن معلنا لها الرأي نقوله هي فعلياً هي أنا مش تحية أنا عندي لقيد وبدي دل يركبني فيه هاي دي كانت الشرارة لتعرضت لحملة حملة من التهديد من التخوين من الشتائم من يعني وصولاً لتهديد بيكاتم الصوت أحد هاي دي البروفايلات خلال التغريدة وذكر مركز عملي في الجامعة ذكر أنه هو بيعرفني منيح وبيعرف طلابي منيح وبيقول بشكل علنى أنه ممكن يعني فيك تروح تشتكي محل ما بدك الهجوم اللي أنا بسميه الهجوم الكبير اللي بلش فيه وقت أنا قلت كلام قاله رئيس ميشيل عون أنه هو كان بيعرف الأموليوم وما عنده مشكلة يحكي للقضاء يعني ليش القضاء ما استدعى فسر فيهجوم وخيف على كلمة هو وقاله بقصة من هجمات علي على ثلاثة أسان هجوم بالسياسة يعني تنتهي بالعمال لحد اتهام بداعش اتهام الشخصي واللا أخليقه وفيه التنمور اللي هو بعتاد يمكن أنا بشكل خاص عانيت منه بشكل مكثف المؤسرين في مواقع التواصل الاجتماعي أثبتوا أنه فعلا هني فاعلين أساسيين أكان بنقل المعلومات أو الإبداء الأراء هذا خليهم يكونوا محط لكثير من الحمالات يلي أخدت أشكال مختلفة بالسنوات الأخيرة كان حملات تنمر ممنهجة فيها إساءة وفيها تشهير وفيها تحريض وصلت أنه بنقدر نصنفها حملات فيها خطاب كراهية واضح مشان هيك اليوم عم نشوف أدي عم تتراجع مراتبنا مراتب لبنان يعني بالتصنيفات بما يتعلق بحرية التعبير بما يتعلق بالفضاء المدني هو الهدف من بستة يعملوا الهجمات الإلكترونية لحتى يسكتوا الأشخاص هي هجمات مدفوحة وكلنا بنعرف أنه كيف أحزاب السلطة مهيمني على كل مؤسسات دولة بما فيها الجامعة هل عدم تسجيل موقف بهذه المسألة تحديداً هو كشف لظهور أي حدا على المستوى السياسي لا يتوافق مع قوى النظام؟ اشتركوا في القناة